عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجات القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار في الفترة القادمة